من اكتر اندار اللي بيجي لها عروض اربع عروض لاربع لعيبة يعني مش مؤسرين ده يعني نص 75% من قوة نادي الزمان الونش امتقولت العمود الفائر اه ده حقيقي حتى بص تدريج بتاعهم خط الدفاع الونش خط النص فرجاني سيد زيزو على طرف الهيكل في العظم يعني لا وطبعا يعني خلاص السبحة فرطت الموضوع خلاص كله دلوقتي عايز يحترف وعايز يمشي وعايز يأمن نفسه وكلام بس انا مع مصطفى محمد يعني هو الوحيد اللي يستهل الاحتراف لسبب لان انت عارف ان محمد صلاح لما خرج هو صغير شوف دلوقتي عمل ايه وهم الصغير يا جماعة مصطفى محمد لا اتنين وعشرين سنة 24 سنة لا والله صغير فيه 24 سنة صح يا جماعة لا اقل 24 سنة اقل ايه كاب يبقى لازم يحترف ايوا دخل دخل بعدين ده نادي فرنسي يعني في الدور الفرنسي مع صوة ان انتو هتستنوا مثلا ده لسه متعدل مع بريس سان جرمان واحد واحد طيب يعني انا شايف ان دي خطوة كويسة طيب قيمة العرض لشان انا يعني جبت الرقم بقى الصحيح قيمة العرض 4.5 مليون هيدفعوا اتنين او هيدفعوا النص دلوقتي والنص التاني بعد سنة لا بعد سنة يعني فبراير القبض طيب ايه المشكلة لا انا بكلم في المبلغ هل المبلغ ده يعني الزمالك سمعت انه طالب 7 على 9 مليون لا صعب مين هيدفع على فاكرة ممكن يروح يجيبوا لعيب من افريقيا بايه مش بنص ولا بربع لا ده ممكن مبلاش وبعدين تعرف الافريقيا بيروحوا يعملوا اختبارات هناك والكلام دوت الدنيا يقولك باكله وكم دولار في اليوم وخلاص لا انا شايف ان هو دي اهم حاجة ان مصطفى محمد يحترف لان دي فرصة احمد دلويش بقيتلي بيقولي 23 وشهرين في نوفمبر هيكمل 24 طيب يعني 24 ماشي في الاربع عشر ما رحناش بعيد يعني ماشي يعني لو عدا سنة تاني خلاص موضوع الاحتراف دوت هيبقى صعب لان عشان يحترف في الدوري زي الدوري الانجليزي لازم يلعب معرفش كم في المية مع منتخب مصر ويبقى اساسي وفي حاجة شروط كده فدي تبقى خطوة خطوة كويسة ان هو يكسر الدنيا هناك ومن هناك بقى يتباع ويبقى نادي الزمالك يحط شرط مثلا في العقل ان هو مثلا في حالة بيعه لأي حتة او كروجه لأي نادي تاني هاخد مثلا عشرين في المية خمسة او عشرين زي ما ندل ما قولين بيان مع محمد صراح لغة دلوقتي اي ولما ييجي يرجع مصر يرجع عليها